نروح لأخبار النادي الأهلي لجنة التقطيط في النادي الأهلي قررت إنها تعدل عقد محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم بالوقت بياخد من 2 ل 3 مليون جنيه في الموسم موسم ورا موسم يعني 2 بقى 2 ونصف اللي انتوا فاهمين الترتيبة دي النادي الأهلي قرر إنه يزود عقد محمد عبد المنعم إنه هو يبقى 6 مليون جنيه في الموسم خاصة بعد المستوى الكبير اللي بيقدره محمد عبد المنعم في الفترة الأخيرة ضيف على ده كمان إنه محمد عبد المنعم أكيد أكيد بيجي له عروض كتيرة في الفترة الحالية هل نتكلم في واحد من أفضل المدافعين في القرى الأفريقية في الوقت الحالي يعني مش بس في مصر دي النقطة النقطة تانية أيضا فيما يخص النادي الأهلي لجنة التقطيط في النادي الأهلي بتناقش فكرة تعديل عقد مروان عطية لعب وسط الفريق بعد طبعا المستوى المميز الأخير اللي أقدمه بس مفيش حتى هذه اللحظة قرار رسمي في الأمر ده هو بس اقتراح بتعديل عقد مروان عطية اللي بياخد 4 مليون جنيه في الموسم الراجل بيقدم مستوى مدهش جدا منذ نظام النادي الأهلي من أول موسم يعني فهوما بدوا يشوفوا إن 4 مليون جنيه رقم أقل من قيمته ده بقرار من لجنة التقطيط أو بفاكر لجنة التقطيط فيه نقطة أولا ده اللي أقول تعالى لحضراتكم من بارح مش من عادة النادي الأهلي تحديدا إنه يعدي العقود لعبية هو فيه اتفاق اتفاق قائم وإنت ملتزم بيه خاصة لعيبة حديثة العهد يعني لسه منضمة فالرقم إحنا متفين عليه هي بس الحكاية إن إنتوا شايفين زي بيقولوا كده إيه السوق بيحكم ده ماركت الكل شغال فيه فأصبحت العروض اللي بتيجي للعبين في مصر في الخارج تحديدا في منطقة الخليج عروض باهزة كبيرة وضخمة يعني إنت لو بتتكلم في 4 مليون هنا فممكن يجي لك بسهولة جدا جدا يعني من 60 ل 100 مليون جنيه بره في السنة عادي جدا فالأمور بقيت صعبة فالأهلي دلوقتي بيشتغل على إيه اللي أعقدهم متوسطة أو قليلة لأ عدل عشان حتى لو جالوا عرض كبير بره يقول إيه أقول أهلي قدرني شي أنا هقعد مع النادي الأهلي إنه هو قدرني مدانة وده شيء دائما يحترم في النادي الأهلي يعني شي طيب النادي الأهلي النهاردة كمان عمل حاجة عظيمة جدا خبر استنيناه من زمان جدا من الأهلي ومن الزمال كل إسماعيل والمصري والاتحاد وكل الأندية الجماهرية نادي الأهلي قرر يعمل فريق للكرة النسائية فتح باب الاختبارات موليد 2005 عشان يبدأ يشارك في دوري النشيات اللي بينظمه اتحاد الكرة كابتن شتى مدير أكاديمية النادي الأهلي خلاص هقال إنه باب الاختبارات هيفتح يوم خمسة وستة يوليو القادمين من الساعة تمانية الصبح على ملاعب الأكاديمية بمقر أكاديمية الكرة النسائية بمقر النادي نادي الأهلي بمدينة نص وقال كمان إن الاختبارات هتكون بالمجان ومتاحة أمام اللاعبات موليد 2005 وحتى 2009 البشرف على الفريق فريق موليد 2005 كابتن أميرة يوسف مديرة الأكاديمية الأهلي للكرة النسائية وكانت قبل كده اتكلمت إنه الأهلي بصدد تكوين فريق للكرة النسائية كنا نتكلم معها أيضا حقاقا للحق يعني الزميل الصحفي المميز حاتم شعبان من حوالي 3 شهور كان معانا ضيف برضو قال إنه الأهلي بياخدوا خطوات سريعة وجدية في فكرة تكوين فريق للكرة النسائية فريق بقى يشارك فيه البطولات خلاص النادي الأهلي أصبح بشكل رسمي وواضح هيبع عنده فريق للكرة النسائية ينافس على البطولات وأنا أعتقد إن دي نقلة كبيرة الخبر ده أهميته إنه نقلة كبيرة للكرة النسائية في مصر بشكل عام لما الأهلي كبير الكرة الأفريقية كميدات الكرة الأفريقية يعرف على طول إن كل بعد كده هيمشي وراه يعرف على طول